اهلا بكم مجدداً كشف مركز إلم الإسرائيلي للدراسات تفاصيل جديدة عن مشروع الحرس الثوري لاستنساخ تجربة حزب الله 2 في الجنوب السوري ومعلومات عن خلايا تضم في صفوفها جنوداً تابعين للنظام السوري إضافة إلى مدنيين التفاصيل في هذا التقرير يحرك الجمر مرة أخرى في الجنوب السوري مع حديث عن استنساخ تجربة لحزب الله اللبنانية كشفها مركز دراسات إسرائيلية مع سعي إيراني لترسيخ وجودها في المنطقة على مقربة من الحدود مع إسرائيل يعود البارد ويكون الحكم الفصل في معركة التهديدات يقول موقع إلم الإسرائيلية إن حزب الله اللبناني أسس عشرات الخلايا العسكرية في الجنوب السورية تضم جنوداً تابعين لجيش النظام يعملون في المنطقة الجنوبية إضافة إلى مدنيين من السنة والدروز بدأ بتشكيلها قبل تسع سنوات تحرك طهران أحجارها على رقعة الشطرنج ضمن تحركات مشبوهة كما يقول الموقع الإسرائيلية فمن المتوقع في الفترة القريبة أن يبدأ عملاء حزب الله باستخدام المسيرات القتالية في عمليات تستهدف إسرائيل هي المعركة بين الحروب أصابها الصدأ ربما بعد 12 عاماً على هذه الإسراتيجية التي وضعتها إسرائيل والتي تتطور وتتغير وفقاً لمتغيرات الحرب هناك حيث لا غالب ولا مغلوب مع إصرار إسرائيلي على قطع أذرع طهران في المنطقة وسعي إيراني على إثبات وجودها كقوة أمر واقع وينضم لنا هنا في الأستوديو الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل مرحباً بك سيد خالد نتكلم أكثر عن المعلومات المتاحة حول المجموعات التي تحدث عنها موقع علم الإسرائيلي وهي استنساخ لتجربة حزب الله في لبنان لكن في الجنوب السوري ما هذه المجموعات؟ أهلاً أصلاً أهلاً بك وبسادة المشاهدين بداية إسرائيل نأت بنفسها عن الملف السوري واختصرت تدخلها في محاربة الوجود الإيراني ومنع استنساخ تجربة حزب الله 2 في الجنوب السوري وشكلت فرق من النخبة من الجيش الإسرائيلي لأتصدي لعمليات توغل حزب الله في المنطقة الجنوبية وفي ريف القنيطرة وخاصة على السياج الحدودي هذه الفرقة اسمها فرقة باشان 210 لأتصدي لمشروع حزب الله في الجنوب السوري بالمقابل هناك الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري والقيادة الجنوبية التابعة لحزب الله بقيادة الحاج جواد الهاشم لتشكيل بناء تحتية للضغط على إسرائيل وتكون جبهة منفصلة عن حزب الله في جنوب لبنان لعمليات رصد ومراقبة وعمليات استخباراتية والتغلغل في الحاضنة الاجتماعية عبر تجنيد المدنيين استغلالا للظروف الاقتصادية المتردية في المنطقة واستغلالا للفراغ الروسي الذي أحدثته الحرب والغزو الروسي لأوكرانيا نتيجة انشغال بوتين في أوكرانيا إضافة إلى أن إسرائيل تخشى من أن تستغل إيران ظروف الكارثة الطبيعية التي حلت في سوريا ومن هذا المنبر أتمنى الشفاء والفرج والرحمة لكل ضحايا المنكوبية الزلزال إسرائيل تخشى أن تستغل إيران دخول المساعدات الدولية لتهريب مزيد من الأسلحة إلى سوريا وتأسيس تموضع عسكري آخر على الحدود الشمالية لإسرائيل طيب كثر الحديث عن هذه الفكرة لكن بحسب المعلومات إن كانت موجودة أو متوفرة هذا الكيان الذي يتم الحديث عنه هو حزب الله النسخة السورية سيكون كيانا تابعا لإيران بشكل مباشر على غيرار حزب الله في لبنان هو تابعا لإيران ولا يلقي أي اهتمام في الدولة اللبنانية كما هو معروف أم سيكون تابعا للنظام في سوريا أم سيكون كيانا مستقلا بحد ذاته يشبه حالة حزب الله في لبنان هي حالة مركبة تبعية إلى إيران وأيضاها استقلال ذاتي وعلاقات معه مع النظام هو بالتحديد تابع للحرس الثوري والوحدة 840 تابعي للحرس الثوري الإيراني تشكيل نسخة أخرى من حزب الله في جنوب السوري تتهم إسرائيل أن النظام يقدم الدعم والحاضنة لهذه الميليشيات عبر فتح مقاره الاقتصادية ولا سيمة اللواء التسعين تتابع للفرق الأولى وكما ذكر التقرير الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوع اعتقال سورياني اثنين تسللوا إلى الحاجز الحدودي إلى إسرائيل قبل شهر أرجع الجيش الإسرائيلي الإعلان عن اعتقالهما لاستجوابهما ويبدو من التقارير والمعلومات التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية أن المدعو غيث العبدالله هو ضابط الارتباط بين حزب الله والحاضنة الشعبية في المنطقة الجنوبية يستخدم القاعدة العسكرية التابعة لوحدة الاستطلاع في جيش تابع النظام وخاصة في تل الحارة لتجنيد مدنيين في صفوف هذه الخلايا بدءا من شمال الجولان في بلدة الحضر وانتهاءا بالمثلث الحدودي بين سوريا والأردن وأسرائيل سبق لإسرائيل أيضا بالأمس ذكرت شبكة حوران المحلية الإخبارية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير تحذر ضباط الجيش السوري من التعاون مع الخلايا التي ينشئها حزب الله فيها جنوب ذكرت بأن إسرائيل اعتقلت أشخاص دخلوا من الطرف السوري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا المعلومات كانت تتكلم عن أن إسرائيل عندما نشرت هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون تنفيذ عمليات داخل الأراضي الفلسطينية فعليا هذه الخلايا وهؤلاء الأشخاص عندما يدخلون من سوريا إلى الأراضي الفلسطينية هل لديهم الإمكانية على تنفيذ عمليات داخل فلسطين؟ أعتقد أن هذه المعلومة مبالغ فيها هدف هذه المجموعات وهذه الخلايا التي يؤسسها حزب الله هي للضغط على إسرائيل وللظهور بمظهر أنها أيضا هي تناكف إسرائيل من جبهة أخرى في الجنوب السوري لا سيما أن بعد حرب تموز 2007 هناك اتفاق ضمن قرار دولي 17-0-11 بالتوقف عن أطلاق النار وهدف هذه الخلايا أيضا هي إنشاء مراكز استطلاع لجمع المعلومات الاستخباراتية وفي أكثر الحالات وحسب رأيه هي لزرع الألغام وهناك تخوف إسرائيلي آخر بأن تبدأ هذه الخلايا في تشغيل أو إطلاق الطائرات المسيرة نوع من أوراق التهديد ما مستوى الخطورة إذن على إسرائيل؟ إسرائيل ترى أن هذا الأمر يهدد أمنها القومي ولا تريد الحرس الثوري يقترب إلى حدودها لذلك اختصرت كل تدخلها بالملف السوري بمحاربة التموضع والتغلغ الإيراني في سوريا يعني فعليا الخطورة تصل إلى مستوى تنفيذ عمليات مستمرة ضد إسرائيل مثلا؟ لم نشهد في تاريخ الصراع الظل بين إسرائيل وإيران أن إيران أقدمت على تنفيذ عمليات في الداخل في العمق الإسرائيلي ربما كان هناك إطلاق مسيرات في قاعدة تنفل تهديد التحالف الدولي أو استهداف السفن الإسرائيلية في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر ولكن لم يشهد عبر تاريخ هذا الصراع أن إيران نفذت عمليات في العمق الإسرائيلي رد إسرائيل على هذا الموضوع برأيك؟ على هذه التشكيلات التي يتم العمل على إنشاءها؟ إسرائيل من خلال هذا التقرير وخاصة أن مركز ألمة هو موقع استخباراتي يهتم بالتقارير الاستخباراتية والأمنية بأن كل هذه التحركات تحركات حزب الله والحرس الثوري هي تحت أعين المراقبة وتهددها باستمرار أشكرك كثيرا خالد خليل صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا هنا في الاستيديو فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة